اشتركوا في القناة الواجب تحصيلها اذا الخطوة القادمة انه نبدأ بعملية تحصيل دين الضرائب وهنا نحن نتناولها من خلال فقرتين اولا الفقرة الاولى كيفية دفع الضريبة الاصل ان تدفع الضريبة بشكل نقدي مبالغ نقدية تستلمها السلطة التنفيذية او الحكومة من الاشخاص المكلفين بدفع الضريبة لكن احيانا قد تكون بصورة عينية مثل الانتاج الزراعي لكن الاصل هو شكل نقدي او قد يتم تزديد الضرائب اذا قد تستوجب انه لا بهاي الفترة الحالية انه المكلفين لازم يسددون اموال الضرائب بهاي الحالة انه قد ما عندي اموال قد ادفع بشكل سكوك شيكات او حوالات بريد او سندات اذا تذكرون بالضرائب من مزايا الضرائب العفو القروض من مزايا الاكتساب مع الحكومة او مع الدولة على القرض العام انه الدولة تقدم للافراد عدة مزايا من ابرز هاي المزايا انه هي قد تستخدم قد الشخص يستطيع ان يستخدم هذا السند بدفع اموال الضرائب انا كمكلف بدفع الضريبة عندي سندات اكتبت بيها مع الدولة اقرضت دولة اموال وعلى اساس هاي الاموال اللي اقرضتها الدولة قطتني سندات هذه السندات قد استطيع ان استخدمها بدفع اموال الضرائب انا السند عندي مثلا كل سند يساوي مثلا 100 دينار او 100 الف انا دينار عليك دينار ضريبة 200 الف اذا انا استخدم هذه السندات الحكومية مو السندات الخاصة الدولة ما تتقبل السندات الخاصة السندات الحكومية ممكن انا استخدم هاي السندات بتزديد دين الضرائب الاستحقاق الضرائب هنا لابد أن نشر إلى نقطة أخرى استحقاق الضريبة أو دين الضرائب على الاستهلاك يكون بالحال ليش؟ لأن دائما المستورد أو المنتج يحمل على سعر السلعة شنوى الضريبة المكلف هو بدفعها هو يدفعها بس يرجع ياخذها من المستهلكين فإذن هنا حيكون الدفع كأنه ما فوري يعني من أشتر السلعة ستحمل جزء من الضريبة اللي منه مكلف بها المنتج أو المستورد على عكس الضرائب المباشرة الضرائب المباشرة اللي تنفرض على الدخل ما تعود على رأس المال هذا يحتاج وقت تحديدها وتحصيلها واستلامها فالضرائب غير المباشرة اللي منها ضرائب على الاستهلاك يكون استلامها بشكل فوري أما الضرائب المباشرة فتحتاج إلى فترة للتحصيل وقلنا الأصل أن الدولة تستلم أموال الضرائب بشكل نقدي لكن بعض الحالات قد يكون عيني وبحالات أخرى قد تستخدم وسائل دفع أخرى تتقبلها الدولة مثل قلنا السندات والسكوك وقت تحصيل الضريبة هنا نرجع إلى قاعدة مهمة من قواعد الضرائب قلنا العدالة القواعد الضريبية العدالة ليقين الاقتصاد بالتحصيل وأيضا الملائمة أنني كدولة أحدد المبالغ المفروضة على كل مكلف يدفعها كضرائب لابد أني بنفس الوقت أن أختاري وقت المناسب للتحصيل وقت المناسب بالنسبة للدولة وبالنسبة للمكلف بالنسبة للمكلف أكيد هو وقت استلامه للراتب أو وقت إذا كانش كشاركة وقت استلامها للأرباح هذا سيكون وقت مناسب لها لأنني لم أقول أن الشخص وراء ما يستلم الراتب أجي أفرض علي ضريبة هنا نرات الشخص ممكن يلجأ إلى التهرب الضريبي يعني ما عنده أموال أو الشركة ببداية المشروع وبعد المشروع لم يحقق الأرباح أو لم يصف أرباحها أجي أفرض علي ضريبة لا لازم أختار الوقت المناسب بالنسبة للمكلف للمكلف وبالنسبة للدولة الدولة تحتاج دائماً إلى أموال متوفرة لتزديد نفقاتها فتحتاج إلى أموال بشكل جائم الضرائب المباشرة أموالها تكون معروفة أو حصيلتها معروفة ليش لأنني عندي هذا دخل للمكلف هل قد نسبة هستقطع إذن أنا معلومة بالنسبة لي الضرائب غير مباشرة اللي تعتمد على التداول على الاستهلاك هذه أنا ما أقدر أحددها أنا إذا فرضوا الضريبة على منتج أو على استيراد سلعة معينة إذا الأشخاص أو الناس بشكل عام ما السهلك أو هاي السلعة مثلاً ضربنا فرضنا الضريبة على استيراد سقائر الناس امتنعت عن استهلاك هذه السلعة كونها سلعة ضارة كونها أصبحت غالية هنا أنا أنا ححمل المنتج أو المستورد حيحمل الضريبة على استهلاك هذه السلعة إذا الناس امتنعت عن استهلاكها فهنا أنا ما حتى تحمل الضريبة فما أقدر أحدد حصيلتها الضريبية على عكس الضرائب المباشرة ونرجع إلى نقطة مهمة إنه قاعدة الملائمة إنه لازم أختار الوقت المناسب ومراعة لظروف الاقتصادية وظروف اللي مر بيها المكلف أيضاً مشكلات فنية تعترض مسألة تحصيل الضرائب من أبرز هذه المشكلات أكو عدنا مشكلات كمية ومشكلات كيفية والمشكلات إنه الأشخاص هم كلهم بشكل عام الكل يخضع إلى الضريبة لكن الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة هي اللي ممكن تسبب لنا مشكلات عدنا مبدأ أمومية الضريبة أولاً مشكلات طبعاً قلنا الكيفية عدنا تتعلق إليها علاقة بما يأتي أولاً مبدأ عمومية الضريبة كافة الأشخاص اللي ينتفعون واللي عايشين بالبلد واللي مارسون نشاطهم الاقتصادي بهذه الدولة يخضعون سواء كانوا مواطنين أو مقيمين يخضعون إلى الضريبة لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة شنين الاستثناءات اللي ممكن يعفى الأفراد أو المكلفين بدفع الضريبة من دفعها اللي يعدهم الكسباء اللي دخلها مثلاً من 150 ألف فما دون هذو اللي نقول خلي نقول إنهما معفين من دفع الضريبة أكو سمحة ضريبية إذا الزوج عند أطفال مثلاً خمس أطفال أربع أطفال إذا زوجتما تعمل هاي ممكن أنه أكو عفاءة ضريبية عفاءات لأفراد أو رجال السلك الدبلوماسي للسفارات للقصليات عفاءات سياسية وأيضاً عفاءات تتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة إذن أكو قلنا بالعموم الكل يخضع للضريبة لكن أكو استثناءات على هذه القاعدة وأشرنا شنو هالاستثناءات إنه الأشخاص أو المكلفين يكونوا معفين من دفع الضريبة النقطة الأخرى اللي هي وحدة الضريبة أو تعددها هنا نعدنا نقطتين إذا فرضنا ضرائب موحدة نقصد بيها أنه ضرائب أنه جميع المكلفين يخضعون إلى ضريبة بسعر معين على اختلاف مصادر الدخل والدخل أشرنا اللي يستلمى الأفراد قد يكون ناتج من عمل عمل أو رأس مال أو مصدر مختلط عمل ورأس مال هناك كل هذه المصادر تخضع مثلاً إلى سعر ضريبة واحد اللي هو خلي نقول 5% هناك هذي أصبحت عندنا ضريبة موحدة أو قد تكون عندي ضريبة متعددة يعني أنه كل نوع عاني العمل ورأس المال والمختلط اللي هو عمل ورأس المال كل واحد من عندهم أفرض عليه سعر معين اللي هو خلي نقول مثلاً هذا 2% هنانا 3% هنانا 4% هذي أنا فرضت عليهم ضريبة نوعية على كل نوع بس أرجع مرة ثانية على مجموعهم أفرض ضريبة بنسبة مثلاً 2% هنا أنا فرضت على كل واحد ضريبة وأرجع مرة ثانية أفرض ضريبة أخرى على مجموع المتحقق من هذه المصادر المختلفة هنا أنا حيصر عندي شنوة حيصر عندي ازدواج ضريبة ليش؟ لأنني على نفس العائد اللي حقق المكلف فرضت عليه ضريبة مرتين نجي على موضوع الازدواج الضريبي شنقصد بالازدواج الضريبي اللي وضحتك قبل قليل بالمثال العملي الازدواج الضريبي شو كيف يتحقق الازدواج الضريبي لما تتحقق عندي أربع شروط وحدة المكلف أنه هو الشخص نفسه تنفرض عليه أكثر من ضريبة على نفس الوعاء على نفس المبلغ هس إذا قلت لكم على عمل فرضت علي ضريبة ومرة ثانية على الصافي من هذا المبلغ أرجع أفرض ضريبة من الجمعوية المبالغ الثانية أفرض علي ضريبة ثانية إذن أنا على نفس رأس المال فرضت ضريبتيا فهي نفس الشخص نفس المبلغ نفس أفرض علي ضريبة نفس الضريبة بنفس الفترة إذن نفس الشخص نفس المبلغ نفس الضريبة ونفس الفترة إذن أنا حيصر عندي الزواج ضريبي يعني أنا فرضت الضريبة مرتين على نفس الشخص بنفس الفترة على نفس المبلغ اللي ربحها أو دخل حصله يعني على نفس كأنما أنا عراتب مال شخص فرضت ضريبة مرتين خلال نفس الفترة الزواج الضريبي قد يكون الزواج داخلي قد يكون الزواج داخلي أو الزواج دولي الزواج داخلي لما نقول مثلا قليم كردستان يفرض ضريبة على على المواطنين أو على المقيمين عنده بنسبة مثلا على أرباح شركاتهم أو على الدخل اللي يحققون وبنفس الوقت السلطة المحلية اللي هي حكومة بغداد تفرض نفس الضريبة على هذا الشخص إذن هنا الإقليم والسلطة الاتحادية فرضوا نفس الضريبة على نفس الشخص بنفس الفترة على نفس الدخل إذن هنا صار عندنا ازدواج ضريبي الضريبة الزواج الدولي عفوا إذن هنا لما أنا مقيم مثلا بالأردن أموالي استثمرها بالأردن بس العراق كمواطن عراقي هتفرض علي ضريبة والأردن كشخص مقيم وإذا يستثمر أمواله بالأردن هتفرض علي ضريبة إذن هنا صار ازدواج ضريبي لأن العراق والأردن فرضوا نفس الضريبة نفس الفترة على نفس الشخص لنتيجة لنشاطه الاقتصادي ونتيجة لما يملكه إذن هنا نصار عدة ازدواج دولي لأن الدولتين فرضوا عليها نفس الضريبة محاضرتنا لهذا اليوم انتهت أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم شكرا جزيلا